بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعودهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردو سم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب منبي لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل من نخيل وعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأتنون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكن فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل بي جنة فتربصوا بي حتى حيين قال رب انصرني بما كن له فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأغلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مبرق رقرون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتنين ثم من شاءنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ما نكون من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا لقاء الآخرة وأتركناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتهم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرج رجلون هيهات أيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نغوت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن لو بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدين قرون الآخرين ما تسبق من أمة ناجلها ما تسبق من أمة ناجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذب دموه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهما حديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه آرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يغتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حيين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبدين نسارع لأن في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربي من مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيراءات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يغلون بل قلوبهم في غمرة من هذا من3 ولهم أعمال من tuh ولهم أعمال من الدون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهرون لا تجعوا اليوم إنكم ممنا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم أنكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثروا من الحق كارهون ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير فخراج ربك خير وهو خير رازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كهون ولو رحمناهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من بر لنجو لنجو في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقبون بل قالوا مثل ما قال الأول ولؤون قالوا أئذا مثلا وكنا ترابا وعظاما أي إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساصير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتقذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عن ما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نري كما نعدهم لقادرون إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحبون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم في جهنم خالدون تلفح وجوغهم النار تلفح وجوغهم النار وهم في آكال حلون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن عدنا ولا تكلعون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقدتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحقون إني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله آخر ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقرأ رب في الورحم وأنت خير الراحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر